اشتركوا في القناة ومحافظ نينو المقال نوفي العقوب ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري أبو مازن ويسمح القرار بفرض قيود على أرصدات مصرفية ومراقبة التحويلات بين حسابات محددة فضلا عن قيود على السفر دون تحديد منطقة سريانه لكن معلومات متداولة تشير إلى أن الولايات المتحدة تنسق مع الكثير من الدول لدعم برنامج عقوباتها القرار الأمريكي أكد أن الكلداني والشبكي ضالعان بانتهاكات لحقوق الإنسان ومنع مئات النازحين من العودة إلى مناطقهم كما أنهما يرتبطان بصلة مباشرة مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كما أشار القرار إلى أن العقوب والجبوري متهمان بقضايا فساد والاستفادة من الدعم الإيراني لتعزيز نفوذهما في السلطة وتحقيق مكاسب انتخابية لكن اللافتة أن جميع المشمولين بالقرار ينشطون في مناطق سنية بالاعتماد على دعم إيراني إذ تشكل تحركاتهم مصدر جدل مستمر في هذه المدن التي بسطت طهران نفوذها فيها عقب انتهاء المعارك مع تنظيم الدولة مصادر مطلعة أكدت أن القائمة أولية وستليها قائمة أخرى تضم ستة أشخاص بينهم سياسي بارز ضمن برنامج جديد وضعته الإدارة الأمريكية لملاحقة المتعاونين مع إيران في العراق وبصرف النظر عن مدى جدية واشنطن في الحد من الدور الإيراني المزعزع لاستقرار العراق فإن القرار يكشف بوضوح عجز الحكومة والقضاء في العراق عن محاسبة المجرمين كما أن القرار وبالرغم من أنه لم يتوجه إلى الرؤوس الكبيرة فإنه يمثل صفعة لأسلوب نفعي في العمل السياسي صار الولاء لطهران مقياسه الوحيد وأنتج أحزابا وشخصيات حولت العراق إلى معسكر أمامي لإيران في صراعها مع الولايات المتحدة التي تغفل حتى الآن عن العقود التي تفكر بالنيابة والأياد التي تحرك هؤلاء وأمثالهم في عراق الديمقراطية الأمريكية